تقول الصحيفة انه بالرغم من حصول الرئيس الامريكي على دعم الكونغرس لرؤيته الاستراتيجية في مقارعة تنظيم الدولة الاسلامية فان القادة العسكريين ما زالوا يكيلون الانتقادات لمقاربة اوباما بشأن تلك الحملة الجنرال في قوات مشات البحرية المتقاعد حديثا جيمس ماتس كان اخر ذوي الرتب العالي المشككين في استراتيجية اوباما ومما قاله في كلمة القاها امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ان الضربات الجوية وحدها يمكن ان تأتي بالنتائج عكسية علينا وتعزز مصداقية اعدائنا ونحن لا نرغب في طمأنة هؤلاء مقدما بانهم لن يروا جنودا امريكيين على الارض